محج الليبيين جميعا ومسكن ثلثهم ومجمع وانسابهم وأحسابهم وملتقى قبائلهم من مختلف مناطقهم فيها تسقط كل السلطات الاجتماعية يره القاسي مركز السلطة ويردان سكانها بلا سلطة واقترب لسكانها اختيار سلطة التقرير وذلك بعد اعلان اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية قبول المرشحين في ثمانية بلديات الأكثر اختضاضا بالسكان في المدينة من أصل ثلاثة عشر بلدية الراغبون بالترشح للمجالس البلدية بطرابلس سيواجهون مطالب عالية للناخبين خارج السلطة قرارهم كأزمة الكارباء التي يعاني منها سكان المدينة بينما تتغدى المدينة من خارجها وتعقبها أزمة انقطاع المياه المتكرر ويليها أزمة تكدس القمامة في شوارع المدينة في حين أن الشركة العامة للخدمات تتبع وزارة الحكم المحلي وتعتمد على نقل القمامة لمكب واحد لجميع بلديات طرابلس ومحيطها كما أن بلديات تجورة وعنزارة وبسليم ستكون انظر سكانها على إعادة الإعمار للمنشآت العامة وتعويض أضرار المساكن الخاصة مما طالها جراء العدوان الأخير لحفتر وهي مطالب تعجز البلديات عن إدارتها المرشحون القادمون سيواجهون ما اشتكت منه المجالس الحالية لسنوات من عدم نقل الاختصاصات للمجالس وعدم تنظيم المحافظات لتوحد البلديات تحت مظلة واحدة وازدياد إقبال سكان المدن الأخرى للسكن في طرابلس وعدم توفر مساحات لبدء مشاريع جديدة لتكون أمام المرشحين تحديات في التخطيط لدعايتهم الانتخابية لإقناع الناخبين بمشاريع يمكن تنفيذها على أرض الواقع موسيقى